نظرية الوراثة المزدوجة لا ده كمان انه ثقافتك موروسة من الحضارة المصرية القديمة عشان كده لما تسافر بره احيانا تسمع كلمة انا عرفت انك مصري ويا ساعدك ويا هناك لما تبقى فيك جينات من المصري القديم تقدر حضرتك تستدعيها تستدعي عبقرية المصري القديم اللي كان اول شعوب الارض يعرف ديانة التوحيد فكرة الحساب والبعث فكرة الجزاء الميزان الصراط والجنة والنار بعد الموت منطق المصري اللي بيعتبر الحياة درما مر مش درما قر وبالتالي استثمر حياته في الخير عشان يكون سوابه الجنة عبقرية المصري القديم في انه كان بيحترم البيئة حواليه احترم النبات والطير والشمس والهوى والنيل قبل ما اي حد في العالم اصلا يعرف يعني ايه بيئة ويعني حق حيوان عبقرية المصري في الهندسة اللي بنت الهرم اللي الحد النهاردة محدش يعرف يعمل زيه ولا يعرف هو اصلا اتبار ازاي اعظم علماء الفلك اللي بتدعوا التقويم ورصدوا النجوم وعرفوا يطوعوا الظواهر الطبيعية هم جدودنا جدودنا اللي بنوا مقابرهم ومعبادهم في مواقع بعيدة عن السيول عمرك شفت كده مقابر السيل جرفها الفيضان بلحها ما اعتقدش انا شخصين عمري ما اسمعت عن حاجة زيه كده ابدا لانه المصري هو اللي ابتكر مخارات السيول وهو اللي اخترع ممرات تصريف مية المطر عشان ما تضرش جدران وعمدة المعابد والوانها وفي عز مكان العالم شوات قبائل كانت مدينة قون القديمة فيها جامعات بتخرج علماء في الطب والهندسة والفلك والجولوجيا وبتعمل نظريات في الفنون والعمارة والادب ده من 2500 سنة بيدرس فيها في سغورس وافلاطون اشهر علماء الحضارة اليورانية القديمة المصري اللي برع في الطب واللي العالم بيستخدم افكاره حتى الان في جراحات المخ المصريين القدماء سبقوا العالم كله في ده من 5000 سنة المصري اللي عارف مفهوم الرعاية الطبية اخترع الدوة من الاعشاب عمل اول صيدلية عرفتها البشرية مصري اللي فيها امحطب اول طبيب في التاريخ واللي بيسموه ابو الاطباء ومبتكر علم الطب اول من وضع دستور ومبادئ وقيم اخلاقية لازم يرعيها الطبيب وهو يتعامل مع مرضاه المصري اللي استخدم الطبيعة والعيون الكبرتية والرمل المليان بالمعادن عشان يعالج النقرس وامراض الصدر والعظام والروماتيزم وغيرها 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 في بردية على فكرة اسمها بردية ادوين سميفس البردية دي بتعتبر بمثابة منهج لطب الطوارئ ازاي تتعامل مع تمانية واربعين حالة طريقة معظمها اصابات حوادث طريقة بقى الفحص التشخيص العلاج فيه بردية كمان اسمها بردية ابرس البردية دي بتشخص كل الامراض البطنة الجلدية فيه كمان بردية كهون لامراض النساء وغيرها من البرديات اللي هي عبارة عن مناهج للطب وصفات ورشدات لامراض الجهاز الهضمي والبولي والاسناد والعظام والشعر والدم بردية بتوصف ازاي نعالج الصداع والصداع النسفي كمان عرفوه منع الحمل اختبار تحديد نوع الجنين اضطرابات الجهاز اقول لكم ايه ولا ايه طب العيون الاطفال انا بكلمكم عن علم قبل ما العالم كله يعرفوا يعني ايه علم اصلا بكلمكم عن العبقرية اللي مزروعة جوه الجينات المصرية الجينات اللي مستنية اشارة بس منين عشان نستدعيها الجينات اللي استدعاها كل علماء مصر فبهروا العالم استدعي انت بس جيناتك الاصلية وهي مش هتخزلك ابدا مصر جديدة اهلا بيكم الميراس مش بس فلوس ولا بيوت او قطيان لا في ناس بتسيب لولدها والبلدها حاجات اهم واغلب كتير بتسيب علم نافع واسم لما يتقال تفضل تقول وراء كتير عن انجازات ومؤلفات وتاريخ يشرف عشان كده اسرة علم المصريات الجليل احمد كمان لما لقوا في اوراقه القديمة نسخة بخط ايده الاول قموس للهيرغليفية ما بخلوش بيه بالعكس اهدوا لمكتابة اسكندرية وطبعا مكتابة اسكندرية عارف الكويس قوي قيمة المخطوطة دي وبدأوا فيه رقمنتها وتوسقها واهدوا منها نسخ كمان لدول العالم في الاحتفال بمئوية تعالم المصريات احمد كمان لو سألتك عمرك سمعت عن علم الامريكيات او الفرنسيات هتقول لي لا ما سمعتش عن لانه مش موجود لكن اللي موجود فعلا هو علم المصريات اللي هتلاقيه ضرب بجزوره في عمق التاريخ البشري مش بس كده ده بيتم تدريسه في اكبر الجامعات في العالم والنهاردة مكتابة اسكندرية بتحتفي بذكرى شيخ من شيوخ العلم ده علم المصريات هو احمد باشا كمال مئة عام على رحيل احمد باشا كمال ده عنوان فعليات يوم كامل في مكتابة اسكندرية بمناسبة الانتهاء من ترميم ورقمنة معجم اللغة المصرية الأديمة فيه قبوس مشهور جدا كتبه احمد باشا كمال فيه اكتر من عشرين جزء مكتوب باللغة الهيرغلوفية كتبوا باللغة الهيرغلوفية واللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الانجليزية وكبال لغات اخرى يعني افريقية في بعض الكلمات ويعني عمل تقعيد وتدوين دقيق للغة الهيرغلوفية القديمة قموس ده تم اهداءه الى مكتبة الاسكندرية من خلال اسرته فاحنا يعني روممنا هذا القموس واحتفظنا به وعملنا له رقمنا يعني حولناه الى الكتاب بقروع على الانترنت وقتحناه للناس كلها في العالم كله احمد باشا كمال استمر عشرين سنة بيشتغل في هذا المعجم ايمانا بان اللغة المصرية القديمة لابد من فهمها من خلال اللغة العربية ومش اي لغة عربية لا اللغة العربية العامية المصرية واللغة العربية الفصحة المصرية تم الترميم في معمل ترميم بمكتبة اسكندرية والرخمنة في المعمل الرقمي في المكتبة احمد باشا كمال في مراحل تعليمية مختلفة اتعلم حاجات كتير من حفظ القرآن للغات زي الفرنسية والالمانية والانجليزية ده غير اتقانه للغة المصرية القديمة والحبشية والقبطية وكمان عدد من اللغات السامية وده بالاضافة لاتقانه للتاريخ المصري القديم وله كتير جدا من الاكتشافات الاثرية وكان من اوائل المطالبين بانشاء متاحف الاقليم ونجح بالفعل في انشاء متاحف فأسيوت والمينيا وطنطا مكتبة اسكندرية بذلت مجهود جبار الحقيقة في ترميمه وازهاره على الناس بعدما كان موجود عندنا في العيلة فوق عن 100 سنة تقريبا فانا شايف انها بذلت مجهود كبير قوي عرضته في المحافل الدولية في متحف بريطانيا وغيره رجل ده لم يترك لنا فقط كتاباته ولم يترك لنا اعمال عظيمة فقط في حياته ولكن ترك ارس يمتد لهذا اليوم هذا يعني ممثلا في مدرسته اول مدرسة للاثار المصرية مصرية وفي كل تلاميذه اللي بينقله رسالته الجميلة من جيل لجيل احمد باشا كمال كان له كتير من المؤلفات الهامة في علوم المصريات زي العقد الثمين في محاسن واخبار وبدائع اثار الاقدمين من المصريين والفوائد البهية في قواعد اللغة الهيروغليفية وكتب ومحطات تانية كتير في رحلة احمد باشا كمال صعب جدا نحصرها في تقرير واحد من اسكندرية عمر ابو جبل مصر جديدة اي تي سي بعد الفاصل هنكمل كلامنا عن تاريخنا اللي كل يوم فيه مفاجآت هنكمل فك طلاصم واسرار الحضارة المصرية القديمة هنشرح التاريخ بطريقة مبسطة وسهلة مفاجآت تاريخية اللي خلى الحضارة المصرية تتصدر العالم على مدار مئات ومئات السنين ازاي المصر القديم علم العالم الطب والهندسة والرياضة كمان كل ده بالأدلة والمواصيق والآثار والمخطوطات طول الوقت احنا فاكرين ان الحضارة المصرية القديمة دتنا اسرارها خلاص لكن يوم بعد يوم بنكتشف ان الحضارة الانسانية مش فعل ماضي دي فعل مدارع مستمر ومستمر ومستمر وان كتب علم المصريات لسه ما وصلتش للغلاف الاخير وان التاريخ لسه بيسجل عظم وابداع للحضارة المصرية القديمة واخد لها منح التفرغ لسه الحضارة المصرية بتفاجئنا يمكن بقالها سبعة تلاف سنة بتفاجئنا بأسرار مدهشة وحكايات مسيرة وبتثبت انها كانت فرقة عن غيرها من الحضارات سنين ضوئية النهاردة هنكمل حوارنا عن فك تلاصم حضارتنا ونشرح تاريخ المصري القديم بطريقة سهلة ومبسطة ونعرف يا ترى ايه اللي خلى الحضارة المصرية تبقى في الصدارة لمئات ومئات السنين وازاي كان المصري بيعلم العالم حواليه وما كانش ابدا بيحتكر العلم ولا المعرفة بالعكس ده كان بيعتبرهم حق للبشرية النهاردة كلامنا هيبقى موسق بالأدلة والمواثيق والآثار والمخطوطات زي ما تعودنا دايما في لقائتنا مع الاستاذ بسام الشماع المؤرخ والمتخصص في علم المصريات يا مسائل فل اهلا بحضرتك سهل نور عليكم وعلى شعب مصر الجميل وعلى الحضارة اللي دائما بتخلينا يعني وقفين على اطراف اصابعنا منتظرين هي حتقدم لنا ايه بعد كل الاف السنين ديت لان احنا مازلنا بنتعلم وبثمن على كلام حضرتك ان احنا مازلنا على اول درج في سلم فهم هذه الحضارة كل ما نقول خلاص يعني احنا اكتشفنا كل حاجة عن خدماء المصريين احنا عارفنا كل اللي فات نكتشف انه لأ دا لسه فيه جديد ازاي الحضارة المصرية القديمة بتبهرنا حتى اللحظة واحنا في الفين تلاتة وعشرين صحيح يعني خديني انا واحد كمثال انا رجل بقرأ التاريخ بالي حوالي اربعين سنة تخيلي حضرتك ان انا السنة دي بس السنة دي بس قررت ان انا غير من هو اهم ملك في عصر الاسرات مين الملك صحيح المفضل بالنسبالك لغاية السنة اللي فاتت لغاية السنة اللي بدت بس وده بيدي فرصة للناس انها ممكن وهي بتقرأ التاريخ تبدأ تستوعب حاجات جديدة تستوعب اسباب جديدة تقدر تقرر فيها انا عارف انك كنت بتحب تحطمس الثالث اشكرك هو اشكرك هو كان كان اه جحوتي مساء الثالث عشان نطق الهيريغليفي الصحيح بيبني حضرتك بمهتمين هنا وقت في عدية قناة بفكرة اعادة كتابة التاريخ بعيدة مصرية وباللغة المصرية ده جزء من معركة الوعي فكرة ان انا انا كمصري وكمصرية ابقى عارفة انا مين وبنت مين ومين جدودي وجدودي عملوا ايه ده جزء من وعي وجزء من امتمائل لمصر وابقى فخورة كده ويعني كل قوة وقف على ارض صلبة ان انا مصرية وان المصري طول عمره كان وكان 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 هو نثر بزور الوطنية عن طريق معرفة التاريخ بتاعنا والحضارة بتاعتنا دي واحدة من الحاجات اللي كنا نتكلم فيها في الحوار الوطني على فكرة الانتماء يجي ازاي ان انت تحبب الاجيال الجديدة في بلدك عن طريق حاجات كتير قوي منها ان هو يبعارف تاريخه صح وعلى الاقل ان احنا كمان ننطق هذه الاسماء بطريقة صحيحة جحوتيمس الثالث طب جحوتيمس الثالث هو كان ملكك المفضل ولا لازال هو في الطوب ثلاثة في الطوب ثلاثة طيب كويس كويس تحطمه هينانفو عمره مبسوط ومرتاق مش هادر سيبه هو رجل عظيم هو رجل عجيب هو رجل اسس لوحده من اكبر مساحة باكبر مساحة قوة لمصر مفيش اقوى في المساحة وفي التحكم الجغرافي على ارض الجغرافية اكتر من جحوتيمس الثالث او جحوتيمس الثالث مفيش مجاش في تاريخ لا العالم ولا مصر حد قدر يوصل للي وصله جحوتيمس الثالث الجيش المصري في وقت جحوتيمس الثالث سبعتاشر معركة عسكرية وراء بعض بينتصف فيهم كلهم لم يخسر جحوتيمس الثالث بيانيا وتوثيقيا زيما حضرتك تديتي كل كلام ده بالمواثيق لانه كل ما كان بينتصف في المعركة كان بيرجع معابد الكارنك ويشكر المعبودات ويقول لإيمان راع انا متشكر إيمان راع مفيش حاجة اسمها أمون في الهيروغليفي بس عشان التصيحات اللي عندي عشان الناس اللي هتبقى مورانا مفيش حاجة اسمها أمون ولو قلم بقى وحنصح مفيش حاجة اسمها أمون هيروغليفيا هيروغليفي الأصل الجزري بتاعك مفيش أمون في إيمان إيمان راع الخفي المصر القديم كان يطلق على إيمان الخفي ده انفيزبل اللي أنا مش قادر أشوف لكن أكبر معابد وقفة في العالم وقفة مشيدة في العالم هي معابد الكارنك قبلينة كان فيه معبد من عجاب الدنيا السبعة القديمة اللي هو أرتمس اللي هو في أوروبا وتهد لأسف الشديد فيعني زي يقوله يعني وصائب معابد عند معابد فوائده اتهد أرتمس فبقت معابد الكارنك تلعت بقت المركز الأول في العالم كله فكل مرة كان ينتصر كان يرجع للمعابد يشكر فيكتب فينقش فيوثق وعشان كده حضارتك حضارة موثقة لأنه كانوا بيوثقه موثقة هي زي نفسها كان بتوثق وكانوا بيحبوا التوثيق جدا فكرة أنه المصري القديم عرف قيمة التوثيق برضو يعني دي عبقرية يعني يعني بيكتب تاريخه بإيده أقارلك بحاجة برضو الحضارات التانية تعظيم سلام وأنا كاتب فيها فأنا بحترم جدا الحضارة التانية ناخده ماتشو بيتشو مدينة مبنية في أمريكا اللاتينية على جبل عالي عبقرية معمرية أن أنت تقدر أصلا تنقل الحجر للعلو ده المشكلة ما فيش توثيق على الجدران فتتخش غرفة من غرف ماتشو بيتشو اللي انتخابوها كواحدة من سبع عياب دولنا الجديدة ما تعرفيش قد دي بتاعت إيه تعرفيش الفتحة دي بتدخل الشمس زي يوم إيه ليه مش مكتوب الكلام ده ما فيش كتابة في ماتشو بيتشو تقول لنا وتحل لنا أنت المصر القديم جدناك كبير وجدتناك كبيرة سهلوا لنا الموضوع ده فجو حتمس الثالث بانتصاراته العظيمة بمعركة ما جده وده يعني عمل لها فقرة لوحديها ياخد المركز الأول بدون منازع لحد لما أنا عارفه من زمان ربادي لا أحكلمكم عليه دلوقتي ده بس عارف أنت لما بتبقى أنت قدامك يعني عشر مثلا فستين معينة أو عشر عربيات معينة ما تشوف الأحلى تلاقي واحدة أو هيكون تحطمس الرابع إنا لأ قبل بقى تحطمس إنت تصوص الرابع مهم مهمة أنا عارفة وبرضو تليخ مدلوش حقه قوي يعني التالت عنده من جميع أكتر منه بالضبط وهو يستحقاه يستحقاه طبعا تحطمس الثالث دا ستار هو نجم مصر القديمة كلها بلا منازع بس تحطمس الرابع الرابع صاحب اللوح لو أنت ما كنتش تعم غير اللوحة بتاعت الاتنين أبو الهول اللي تحت دا أنا أبو الهول الجرانيتية اللي هنشوفناها المرة اللي فاتت دا كفاية لأنه دا دا أنا فكرة تاني لكن الحقيقة المرة دا هنحرجعكم مئات ومئات 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 السنين قبل جهة المسي الثالث بالأسرة القديمة هرجع بيك من الثمنتاشر من الأسرة الثمنتاشر تشو الأسرة العظيمة اللي انكسرت بنيا دا دا من حيث في الثالث والمالي كتير اللي كل المنصومة حبوا شعرها لما كنا بنعمل 25 نوفمبر ونعمل المواكب ومواكب الحضارة ومواكب الكتير اللي عملناها السنة اللي فاتت وقبليها طيب ايه بقى مين الملك دا هو في الأسرة الجيهة الملك في الأسرة التانية عد معايا كم مرة هقولك احنا عمرنا ما تكلمنا في الحقتة دي مفيش كتير بالكلمة عن الأسرة التانية ليه الناس بتكلم كده انا هتقعد ايه انتسادة المشاهدين هتقلوك عايزين نشوف بقى الأسرة التانية احنا عدنا الأسرة الأولى اللي هي بتاعة نعر مر نارمر نارمر موحدة القطرين من اللي بعد كده بقى ميني وبعد ميني بقى مينة بصي هو نارمر ومينة الاتنين موحدة القطرين عندك ساعتين فاضية عندك ساعتين فاضية ساعتين فاضية بس اللي بنقول عليهم الاتنين ايوه هعملك بحضرة هل نعر مر نارمر هو من مينة 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 هل الاتنين دول شخص واحد ولا دول ملكين اللي اتنين اشتركوا في توحيد القطرين انا اعتقد اللي اتنين اشتركوا في توحيد القطرين دي نصرية يرميها كده في مؤتمر هتلاقي الكراسي بالطيل نارمر وحد القطرين ومينة وحد القطرين وهل الملك العقرب قبليهم كلهم بقى اشترك وبدأ الارهاصات بتاعت التوحيد القطرين قصة كبيرة نعملها في فقرة من وحد القطرين هل الملك العقرب من مينة مينة نعر مير نارمر حرعاحة المقاتل بصي الأسماء دي كلها الأربعة دول أربع ألقاب لملك واحد أول واحد الخطرين 3200 قبل الميلاد ولا دول أربع ملوك بأربع أسماء مختلفة والأربعة في مراحل التوحيد لأن التوحيد ما حصلش من ملك واحد دي قصة طويلة حلو دي قصة هنتكلم عليها مثيرة ديجي على الأسرة التانية مالها بقى الأسرة التانية أخر ملك فيها مين تعالي نشوف اسمه مين اللي عليه العين اللي عليه الكلام نشوف اسمه بالهيروغليفي أول صورة مع حضرتك أشكرك اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا مصريين يا عظام اسمه سرخ مش خرطوش الخرطوش الملكي هو اسم الملك لما بيتحط جوه شكل بيضاوي قبل اختراع الخرطوش قبل اختراع الشكل البيضاوي للملك هيحط اسمه الملكة هتحط اسمها فيه المصري اخترح حاجة اسمها السرخ سرخ السرخ اللي انتوا شايفينه ده الرسمة اللي هي زي المستطيل وتحت كده فيه مستطيلات صغيرة ده اسمه سرخ سرخ هو واجهة القصر يبا انت لما بتجي تكلم على قصر الملك الواجهة بتاعته ده اسمه السرخ الملك فكر المصريين القدامة فكره ان يحط اسم الملك جوه واجهة القصر يبا زي لما انا جاء اقولك ايه واخبار الباب العالي اللي اصدر الفرامان ايه يا ابن زمان اه ايه هو انا بتكلمك على الباب العالي على الباب لا اللي انت بتفتحيه اه لا تتكلمك على الحاكم بالزبط مش كده البيت الابيض اصدر القرار البيت الابيض ما بتكلمش بالزبط سرخ فحط اسمه داخل الواجهة جوه وجهة القصر لقينا اسم الملك ده شايفين نص الشمس اللي فوق اللي طالع بينها اشعة دي اه دي خع هفكركم خع دي استخدمت بعد كده في ايه خع افرع صح خفرع فاللينا عارفينه ده ايه خوفوا خفرع منكور ايه لا قابل بقى ده الاسرة الرابع لا الاسرة التانية نرجع تاني يعني بدأنا في ده من الاسرة التانية التانية الملك بتاعنا النهارده بطلنا النهارده ده الجميل ده اسمه يبتدي بكلمة خع اي اشراقة واضحة اشراقة اه اشراقت الشمس اشراقت اشراق اللي التانية اللي شابها بعض تحت دول اه الوحدة فيهم سخم قوة ده ملك مشرق وقوي يعني بالزبط اه او اشراقت القوة اه طب يا بس هم ده القوتين اه ايه الحكاية الحكاية ان اسمه في الاول كان خع سخم اشراقت القوة اه ثم وحد القطرين للمرة التانية اه فبقى ايه قوتين بقى القوتين الجنوب والشمال اه انه هو جاي من الجنوب الجنوب والشمال فاصبح هو اشراقت ايه قوتين ازهارة بتاعت ايه القوتين اشكر يبقى خع سخم احنا مرة فادقوا ايه قوانا اي حاجة عاستعملها اتنين في اليغريف هتقول وي وي سهلة دي وي اي حاجة عاستعملها اتنين مثنة اه هتقول وي يبقى خع سخم وي اه هذا هو اسم الملكة اللي تتقرؤونه الان امامكم اه طيب وفوق لقينا حورة طيب اسمه تاني يعني اسم تاني احنا عارفينه بيش لا هو ده هو ده معاشق يقولك ده جديد اه انا بقدم لك شخصية جديدة ده اللي على العين ده اللي على العين اه وخع سخم وي اشراقت القوتين طبين القوتين ده ايه يا عم قاع سخم وي يا ملكة جميل يا رائع يا مونجز الشمال والجنوب الشمال والجنوب ادي واحد اه ولا القوتين اللي كانوا موجودين في مصر انا زاك بتتكلمي في خمس سلاف الا سنة اه مين بقى القوتين ده اللي فوق اللي هو حطوهم فوق اسمه في السرخ ده نصر ده دول مع دول مع ده ده سقر ده سقر ده سقر ده حر حورس حورس اه بالهيرغوليفي حر حر اه على اليمين ست تمالي تسمعي أن ست وأزوريس كانوا أخين وكان بينهم مشاكل أزوريس أسير أبو حورس هتقول ليس سنة يا بس سنة بس كان حورس هنا لسه ما اكتملش يعني يظهر في الأسرة التانية لسه ما كانش خدر حورس قوي جدا في الأسرة التانية رهيب ست رهيب راخل بس ست يبقى عم حورس تبقى للأسطورة وقاتل أبوه طيب إزاي انت حاطت عمي اللي قاتل أبوها أنا وهو صحاب خع سخم وي نجع وإذا لم يكن قد فعل أي شيء في حياته غير كده ده نحطه رقم واحد وواحد وواحد نجح في نوع يحط الاتنين اللي متخنقين أصدقاء بعض متوائمين مع بعض قوتين لصالح مصر يبقى جمع إيه؟ جمع الفرقاء وحطهم تحت راية واحدة يعني المصرين قدماء أول من عارفوا الوحدة وحدة وحدة الدين وأن الوحدة دي قوة قد يبقى لك حورس دول لأتباعه في الدين بتاع حورس بتاع حر وفيه أتباع بتاعسات ودول أتباع أقوية جدا بمعابدهم ودول أقوية لا ما تفرقنيش هنا جمع تخيلي خمس سلاف إلا ناس عايشة قبائل في العالم عادين في الجبال بيدوروا الضرب في بعضيهم وانت بتعملي وحدة دينية سياسية جغرافية لا فرقة فيها بين الشمال والجنوب يبقى تاني واحد يبقى تاني معلومة النهاردة مهمة هي إيه؟ هي أنا كنت تفكر إن كان فيه تحويد قطرين واحد بس يا بس هنتكلم على واحد واثنين والترة تكلم علي بعدين يبقى إذا كان فيه محاولة بعد التوحيد الكبير في الناس كده دخلت كده عايزة تعمل فرقة خعصي خم ويفاء للموضوع ده وراح رايح وراح قاير وحتى على تمثاله أجماعة روحوا زوروا تمثال الرجل ده تعالوا نشوفوا السورة اللي بعد كده تمثاله فين؟ فيه تمثال ليه تمثيل كتيرة إيش في إنجلترا وإيش في مصر خش المطح في المصري بتاع التحرير خش شمال هتلاقي فيه تمثال الحتة دي هتعرفه إزاي هتعرفه بأن الحتة دي بتاعته مكسورة مفقودة يعني التاج بتاعه ونص وشه كده الحتة دي مكسورة بس تمثال بقيته طحفة تمثال قد كده مش كبير عقاة ده بتاعته بص كويس هتلاقي رقم أكتر بين 47 ألف واحد استطاع خش شمال إنه هو يهزمهم ويدربهم ده جامد قوي بقى قوي ده كاتب بقى يعني مع قواتين بقى فهو إيه ليست قوة واحدة ولكن قواتين نهاردة عندنا راجل سياسي وقائد عسكري على أعلى مستوى وكمان راجل موثق لأرقام الأسرة وأرقام القتلة إلا عند الأعداء فرح قالك إحنا قتلنا من الأعداء أكتر من 47 ألف وده عدد كبير جدا في توقيت 5000 إلا سنة الأسرة التانية التمثال بتاعه اللي أنا بنادي بعودته من بريطانيا هو تمثيله موجودة في أكتر من مضحف لكن التمثال دوت ليه أنا بنادي بعودته لأن تمثال اللي عندنا في مصر المشهور الحيطة دي مكسورة شوي لكن هنا هو لابس التاج الأبيض كويس وخذي بالحضرتك طالما التاج الأبيض يبقى هو هنا بيمثل قوته وهو متحكم في الجنوب يبقى احنا عرفنا ان هو جنوبي ان هو جاي من الجنوب هيطلع الشمال بقى في حبة ايه خلاقل في الشمال لازم يزبطها وزبطها طيب تاني حاجة مهمة برضو احنا بصينا على التمثال كلكو لاحظتوا لبسه لبسه عجيب شوي صح؟ يعني مش معتاد على المصر عجيب ووضع إيده وضع إيب رفو عليك أحسنت طيب ما لحظة ان فيه الإيد برا اللبس يعني مش حاطت إيده جوه الروب اللي هو لابسه او الرداء اللي هو لابسه الرداء اللي هو لابسه لو بصتلي عامل ازاي؟ واحد جلح لابس زي عباية اي اوكي؟ وراح عامل كده وراح جايب العباية عاملها كده اي صح؟ فعمل المنظر اللي حضرتك شايفه فوق ده بالزبط ايه بقى العباية دي وملها مهمة لها بسام؟ واحد لابس عباية شكرا يعني دي كمان فيها تاريخ دي فيها تاريخ وتاريخ ايه تاريخ؟ لان الملك المصري على مدار تاريخه بص الراجل ده بيأسس لإيه؟ واللي قبله أسسه لإيه؟ أسرة أولة وتانية كل بقى الملوك اللي بعد كده مشوا على ده ومشوا على الأسرة الأولى ايه؟ ده رداء اول ما تشوفي وانت مغمضة كده ووق ده العيلة بتاعتك وراحين تزوروا معبد أو مقبرة ولقيته الراجل اللي لابس الرداء ده تعرف أنه هو في حالة احتفال بالاحتفالية اللي يطلق عليها احتفالية سد شيف مصر القديمة حاجة اسمها حب سد حب يعني عيد حب يعني عيد بالهيروغليف دي سهلة صح؟ يعني زي فعل الأمر عندنا في العرب حب يعني عيد يعني الحب كان عيد عندهم عندنا ملك اسمه حرم حب احنا نسميه ايه؟ حرم حب لأ حرم حب انت شلت الجمال تعال كلمة حر حورص الصقر ام في حب عيد الصقر في عيد بصي اسم الرجل عامل ازاي؟ ايه بجي اسم الجميل ده؟ ايوه الصقر في عيد فانت لما بتقول حرم حب بتلغي الجمال اللي انا شرحته دلوقتي ده وخصوص ان انت لغيت دورتي لسه عندك ناس بتسمي عيد انا متربي في اسكندرية على ايد الحج عيد رحمة الله عليه رجل نوبي عظيم رصحي عظيم فعيد لسه مسميه انا غداك بيقى طيب نرجع فهو دلوقتي بيعمل هذه الاحتفالية فلابس الرداء ده بيثبتلك ايه؟ بيثبتلك ان احتفالية السد كانت كل كام سنة الملك يطلع يثبت قوته للشعب انا يا جماعة حكم الفترة اللي جاية انا لسه قوي انا لسه عندي صحة انا لسه مخي شغال زي الفل وعندي انجازات تشبه الانتخابات شوية بس بطريقة مصرية قديمة فهو لابس هذا الاحتفال بتاع تعالوا شو الصورة اللي بعدية يلا شوف الصورة اللي بعدها انجازاتك يا خاع سيخ موي انجازاتك انجازاتك المعمرية بقى انا عرفت انجازاته العسكرية وعرفت انجازاته الدينية والمجمغرافية انه سبت البلد المعمرية بقى المعمرية بقى تروحي سهاج وتروحي سقارة سقارة فيها حتة اسمها جسر المدير وهنا ده سهاج يا جماعة بصوا الصور اللي معمول من طوب اللبن يعني طوب اللبن؟ طوب معمول من الطين ما دخلش الفرن ناي ده فأبيدوس في الصهار أشكرك أبيدوس بقى تتطولي أبيدوس وتقفي وتدي تعظيم سلام أهو تعظيم سلام أبيدوس أبيدوس دي بقى أبيدوس بصي أبيدوس وسقارة دولي الاتنين اللي هو إيه إزا ما لكم قال اللي هو التنافس ما بين وهو ليف سقارة وليف أبيدوس أعمل الاتنين أه يعني هنا أنا رأي هنا رأي قوي في الاتنين الرجل ده شغال صنائيات اه يعني ما شغال فيه اللي عجبنا بقى واللي عجب العالم في الصور ده إيه اسبعوا يا مصرين الجملة دي لو ما كانش بس غير الجملة دي أقدم صور كبير بحجمه بارتفاعه في تاريخ العالم حتى الآن يرجع إلى خمس سلام إلا سلام يبقى ما فيش في الدنيا مكتشف زي الحد لو أنا بكلم سيادتك النهاردة في ETC كده في القناة بتاعتكم جميلة فيه صور كده ما فيش صور كده ما فيش صور معمول من الطين ومن الطوب أو الحجر أو الطوب الني اللابن اللابن ده اللي هو مش داخل الفرن بالارتفاع الرهيب اللي موجود في أبيدوس وموجود لغاية دلوقتي لدرجة العالم كله والأمريكان جموا والأولاد إحنا حننصرف وحنرمى وحنعمل وساعدونا والدنيا كلها ساعدتنا فإن احنا نمسك هذا السور ومحادي ما هو أهمية السور ده إنه فضل كل السنين دي وهو من الطوب اللابن يعني من الحجر اللابن هو الطوب اللابن القصلي وفكرة الطين فكرة إن انت إزاي كده ويقعد سنين دي كلها الجو الرياح عامل التعرية الرياح الموسمية ولا بقى فائدنات أصارت فيه ولا فيول الخمسين الرب اللي بتخش دي بتبقى زي السكاكين بتخش تبسك شايفة جسم أبو الهول المرة فاتت قلنا إيه قلنا جسم أبو الهول في الخطوط دي ليه لأن الرياح بالرملة عمالة زي المنشار طب إزاي دواقف كده إيه الإنجاز ده فالعلماء قالوا حاجة من الاتنين هذه الأصوار العالية العظيمة اللي عملها خاصة خمسين وكان عملها ليه أصلا؟ بالضبط كده بالضبط كده كان فيه غزاء أو فيه حاجة أو بيحاول يحمي هنا بقى برافو عليك أحساب دي فاتقال دي قلع وحصون قلع وحصون علشان الخناء الكبير اللي هو كان بيحاول يزبط فيها الشمال وفكرة المجموعة اللي كانت عاملة قلق الفوق اللي احنا تكلمنا عليه فده اقتراح والاقتراح التاني إن ده معبد تقسي ديني فتولي طب هو راح ليه يعني اللي فكر النظرية دي راح للنظرية دي ليه لأن لقم أعداد رهيبة في المعابد دي بتاعت قاع سيخ موي لأواني فخارية كتيرة مرصوصة جنب بعضيها أعداد مهولة منها برضو في حالة حفظ غير طبعية طعفة إيه بقى الأواني دي؟ هل الأواني دي كانت بتستخدم في تقوص دينية؟ فبالتالي يبقى المبنى دا ديني يبقى مش حصن وفيه فكرة تالة تالة قالت لك طب وإيه المنع إن هو ما يبقاش اللي اتنين ما هو ممكن يبقى معبد وفي نفس الوقت كبر حجم هذه الأسوار تعطيك الحماية في حالة الهجوم اللي حضرتك اقترحتي في الأول يبقى هي دي فكرة إزاي الرجل دا عنده إنجازات معماري قد بالك بقى مرة تانية هفكرك ده قبل الأهرامات المبنى الرهيب اللي انت شايفه ده قبل الأهرامات وقبل المسالات الكبيرة الطويلة وقبل فكرة إنك تضع الطوب في ارتفاعات عالية كده ده الرجل دا كان عظيم ووضح فعلا عظيم فعلا أنا أحييك إنك اخترت لنا ملك مش مشهور بالنسبة لنا ولكن هو ملك عظيم يمكن التاريخ ذكره بس محطش كل الأضواء عليه حضرتك النهاردة بتعيد إحياءه من جديد ليه إنجازات تانية تحب نتكلم عليها؟ بأعتقد إن احنا كده يعني لخصنا علشان الموضوع يبقى برضو بسيط بالنسبة للسادة المشاهدين اقرأوا بقى المزيد عن خاع سخموي أنا عندي محاضرة ساعتين وي خاع سخم وي خاع سخم وي افتكروا الاسم ده إشراقة القوتين مهم جدا طيب عايزة أروح لمحور تاني مهم جدا الرياضة عنده قدماء المصريين المصري القديم لعب وابتكر عدد من الألعاب زي الألعاب اللي العالم يعرفها دلوقتي شبيهها شوية بيها المصارعة التحطيب بسلاح الشيش الملاكمة اللعبة بالعصة المعقوفة يعني إمتى وإزاي فهم المصري القديم إنه الرياضة دي حاجة مهمة إزاي كانت في ثقافته فكرة الرياضة المحور اللي حضرتك اقترحتي دلوقتي ده مش بعيد قوي عن المحور راح أتكلمنا عليه لما قلنا احتفالية السد اللي كان لابس لها الروب خاع سخم وي كان من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعمليها كمالك في احتفالية السد إنك قلنا إنه بيطلع يثبت للشعب وللكهنة وللبلاط إنهو ما زال فت إنهو ما زال قاوية ممكن جدا نكون عدية الاربعين وعدية الخمسين وعدية الستين كمالك لكن I'm still fit أنا لسه عندي الحالة الفيزيقية الجسمانية اللي ادخليني أكمل مكنش هيعرف يعمل كده إلا بالرياضة يعني هو المصري القديم عارف إن الرياضة هي طريقه لإنه يعيش حقا فيها كوالتي فيها كيفية بالضبط إن انت بحالتك النفسية حلوة ولذلك إحنا نسمع عن ملك كان بيعمل جوجينج والله نعم الجوجينج اللي هي الهرولة بالهرولة بالجري البسيط مش المسابقات اللي احنا بنشوفها لا اللي هي اللي هم نعملها كلها في التراك دي اللي ما بنحب نلعب رياضة ونقصه يبقى حالتنا كويسة دي الجوجينج دي راع مصري قديم بنت ياس طيب هو كان بيعمل جوجينج ليه؟ لإنه في حالة الحب ساد في حالة احتفالية الساد دي اللي هو بيزبط فيها وإنه هيحكم بقى السنين اللي جاية كمان كان لازم يجري يجري يعمل بقى الجوجينج ده ما بين مبنيين رمزيين لما تروحوا سقارة كده تلو فيه يعني بقايا الرمزيين ده طب ايه الرمز ده؟ دي حدود البلد دي حدود مصر فهو لما رمزيا يجري رايح جاي ويلف ويعمل كل المشاوير دي ويثبت يبقى هو هنا رمزيا عمل ايه؟ أمن حدود البلاد والمصر القديم هو أول من اخترع حرس الحدود فعلا لأن فيه قلاعة عملت في الدولة القديمة اختراع مصري قديم اختراع مصري قديم بامتياز عندنا قلاعة سنفرو عندنا قلاعة ما قبل سنفرو ما قبل الوصر الرابعة وهو أول واحد حتى تسمية لهذه الحدود طيب نرجع مرجوعا للرياضة فبدأ يفكر ايه الرياضات اللي جاية بقى عبقرية التنافسية إذن الأولمبياد اختراع مصري بامتياز لأنك لما بتجي تبص في لقطات الرياضة في مصر القديمة بتلاقي الاتنين اللي بيتنافسوا سواء مصرعة أو ملاكمة أو كده الأشكال بتاعتهم وألوان جلدهم مختلفة يبقى ممكن جدا دول يبقوا أجانب ومصريين يبقى فكرة الأولمبياد نرجع للقطة السباق مع الأمم الأخرى التنافس الرياضة مع الأمم الأخرى مش بس تنافس الرياضة بين المصريين وبعضهم لا دا استضاف أجانب على أرضه وحصل تنافس الرياضة يعني مش دوري محلي بس دول عالميين دول عالميين يمضون انت كوزنفارتي انت كونية جدا على فكرة وخليني مرة لما أعمل لكم حلقة الجمال في مصر القديمة هتعرفي يعني ايه فكرة ان انت كنت كونية لان في لبنان دي حتة كده بس عشان برضو ايه نشد برضو السادة المشارديني يحضرونا لما نجي نعمل فقرة او برنامج الحلقة بتاعة الجمال انهما لقوا تمثيل لحطحور رمز الجمال المصري في لبنان يعني البنت اللبنانية كانت تقول انا جميلة زي المصرية لان رمز الجمال حتحور كانت عندها تمثيلها كانوا هناك في فريقيا في فريقيا لبنان شوفي ازاي احنا مهم جدا نعرف المعلومات دي عشان بس الناس تعرف يعني قمتنا في العالم في الحتة دي عشان ايه طبعا مش هتفوتها ايه مش هتفوتها بحيطة دي انا عارف اكيد مش هتفوتها اصلي يعني يعود يقول طبعا انا صديقاتي لبنانيات كتير جدا بحب لبنان جدا 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 بس فكرة انه يعني ايه اللبنانية احلى والكلام ده اهو احنا المصريات طول عمرنا اللبنانيات بيقلدونا بيحبوا الجمال المصري احنا يعني فكرة التأثير الحضاري وزي ما احنا تعلمنا من فنقيا لبنان برضو فنقيا لبنان تعلمت مين زي ما حتك قلت في الاول ان احنا ما كانش عندنا اي غضاة في ان احنا نتعلم من الحضارات الاخرى وكان بيتعاود على الاخر وبيجيب الاخر الاجنابي يقعد معاوي ويعيش معاوي وعلمناهم ايه وتعلمنا منهم ايه يعني مثلا انتي اخترعت الوقت حساب التقويم السنوي خدوا بالك المصري اللي جاية بقى حساب التقويم السنوي انت هتقسم السنة لتلات مواسم كل موسم اربع شهور كل شهر تلاتين يوم كل تلاتين يوم تلات اسابيع مش اربع اسابيع الاسبوع كان عشر تيام وكان العامل المصري يشتغل تمنت ايام وياخد يومين اجازة انتي اول حضارة في الدليل تدي اجازة للعامل مفيش حاجة اسمها اجازة للعامل في الحضارات التانية كان عندك تأمين صحي نرجع فاللي جاية بقى تقول لي للحضارات الاخرى استفدت انت منها ايه وهي استفدت منها ايه خلاص وخليتي اليوم اربع عشرين ساعة لان رحلة الابدية اربع عشرين ساعة اه اثناشر ساعة بالليل واثناشر ساعة الصبح قسمها بس الليل اسبوع كان عشر تيام وعشر في تلاتة بتلاتين هو خلص الشهر بس هو ايه ما عملوش ساعة ما كانش اسبوع بقى ما كانش اسمه اسبوع السبوع بنسامه عشور بقى عشور 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 بس كويس انه بقى سبعة سيام بس بس اختي اجازة برض يعني قصده قولك ايه اشتغلت عشر تيام اه لا اشتغلت تمانية ويومين اجازة في الاسبوع احنا بقى لحنا نشتغل خمسة ويومين اجازة فالاجازات كاترت عندنا عملية زي لكن عايز اقول لحضرتك ان كان في وكلمة عن التأمين الصح وكلمة اتعلمنا ايه وعلمنا ايه للخارج في حضرات ما كانش لسه عندها تأمين صحي للعامل احنا علمنا الموضوع ده عمليات للعامل ايده والكسر تلاجر كان في الهرم ده اللي لقه فيه كبيرة جبيرة معقول له كبيرة من 4000 سنة ونص وعملية برين تيومر من 4000 سنة ونص يعني دكتور زي ده دكتور زي قاعد على مقبرته يعني كده في الحفرة الرملة كده خش يشوفوا الفيديو دكتور زي حواس قاعد جنبيه جنب ابو الهول وبيقول هنا لقينا راجل معمول له برين تيومر جاله كانسر جاله سرطان في الدماغ وتعمل له عملية بعيدة عن السمعين الربي يشوف كل مريض وتعمل له عملية وعاش سنتين بعد العملية مين في 4000 سنة ونص 4500 سنة مضت يتعمل عملية يتحصل فيها ثقب في الجمجمة ويطلع التيومر من الجمجمة بعيدة عن السمعين والجمجمة تلتأم والرجل يعيش سنتين زي الفول في 100 يعني تكلم على طب عالي جدا نرجع مرجوع يعني الطب اختراع مصري بانتياز يا فان واخد لبالك في فكرة الطب دي كان فيها الميكس في الحضرات بالسحر فيروح بدخلك الطب جوا السحر يقول لك طبيب سحر أو سحر طبيب احنا ما كانش عندنا كده حيثة مصر بدل هو بيحاول إن هو يزق السحر شوية أو يحط السحر جوا الطب أو يزق الطب بطلق لكن الطب بسك نفسه بالرشدات هعملوكوا مرة فكرة يعني الطب كعلم في مصر برشدات ما انتزكش بالسحر برشدات طبية يقول لك حطي ملح كذا على عسل كذا على تجيبي زيت مش عارفة من ظهرة ايه كذا والرشدات موجودة هجيبلكوا صور الرشدات مرة دي جنة ما بنعيش عليها احنا دلوقتي نقول لك بقى يعني الواحد يفنيشو ايه عم عشكين حنقول ايه خد من التاريخ اللي يساوي العلم بتاعتك وسيب الحاجات اللي ما لنجدعو بلخز عبارتك وكلام دا ما لنجدعو وسطير ما لنجدعو بيه فخلاص عملت الساعة عملت اليوم عملت الشهر عملت الأسبوع عملت المواسم عملت السنة الدقيقة بابلية الدقيقة اختراع الدقيقة وستين ثانية دي ده بابلي ده بالعراق العظيمة هديت عظيم سلام تاني دي دي حضارة دي طب دي حضارة قور وحضارة بابل وحضارة حاجات ايه عظمة عظمة ما بين النهرين وميزوبيتاميا وجنبهم الأشوري يا السلام يا سلام ده أنا لسه كنت مرشد سياحي لناس عائلة محترمة السيدة المحترمة جايبت عرفت على نفسها بتقول لي ايام الشيريان انا أشوري شوفي الناس بتحب حضارتها فالرياضة فإذا اتعلمنا الدقيقة من بابل وتعلمنا البابل اللي أنا شرحته تقوله من مصر في مشكلة لا طبعا لأن هي الحضارات المفروض تعمل كده مفرد أنا أتعلم منك وتعني مني الرياضة والصورة اللي حضرتك كنتي عرضها دلوقتي يا سادة المخرجين كانت لمدة طويلة جدا الناس فكرة ان ده هوكي هي نفس الفكرة بتاعت الهوكي واضحة جدا عصايتين مع قفتين في النهاية كورة مدورة واتنين بيلعبوا مع بعض موطيين ولو تبص العينين بصل بعضيها يعني فيه حالة من الايه من التحفز الرياضي الجميل والمنافسة المحمودة طيب المنظر ده موجود فين يا فندم موجود في بني حسن في المين يا العظيمة من لم يزر مقابر بني حسن يعيد حساباته في التاريخ وفي الحضار أحلى حاجة ان احنا قاعدين بنقول للناس على حاجات أو مناطق أسرية أو معالم أسرية مهمة جدا عن الأماكن الشعبية اللي احنا عارفينها اللي هي القرم بود الملوك معابد فعلة أبي دوس في سهاج بني حسن في المين يعني من يعروس الصعيد فحلو جدا ان احنا نبص المناطق أخرى مهم جدا ان احنا كمصريين احنا ممكن نروح برة مصر نشوف حاجات طب نروح الأول جوا مصر في بلدنا نستكشف الحاجات الجميلة بس المفروض يبقى فيه رحلات أسرية تتعامل تور كده للحاجات اللي مش مشهورة قوي زي كده كنا بنشتغل في الإرشاد السياحي رحلة اسمها هذا مجنف سن نايل النيل العظيم النيل العظيم النيل العظيم الراح الراح كان بتطلع من القاهرة بمركب تمشي لغاية لما توصل أسوان متخيلة من القاهرة لأسوان ومن أسوان ترجع تاني القاهرة بالمجموعة الجديدة كنت بتعدي عشر تيام بتشوفي مصر مصر الوسطى بقى سهاج أسيوت بني سويف كل بقى قرى الجميلة لأ جرجة يا خبارة بيض على جرجة دي خمسين كيلو من سهاج انت تروح هناك تنبهري تنبهري وهكذا مغاغة أبو أرقاص أخذتونا الجبل لا 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 فنرجع لبني حسن تركيني بالمركب في نهر النيل العظيم تمشي وسط خضرة جميلة رائعة ذاتها داهد ده أنا بكلم من الإنجليزي وإحنا طالعين الجبل وبشوف في الخضرة بالمركب على الجبل لأنه تلات هداهت على رجلين قدامنا كده ركاليوم عليه قالي إحنا عادين تلات ايام في الغابة في إنجلترا اللي ما قالونا نفيه هود هود وروحنا أخذنا حربياتنا واخذنا حاجتنا ومشوفت ماشي الهود هود في التلات ايام ولسه بيكلمني لقى تلات هداهت قدام رجله مصريين كده ما تقولش بيلد أنا مش عارف الناس بتكتب بيلدينج دا سفينكس لا كارفينج دا سفينكس اه اتنحت اشكري ولا يبنى الستوديو ده بني الهرم تم بنائه المثالة اتنحتت وشيدت اه المقابر دي اتنحتت في الجبل عارفين يعني أبو سومبل اتنحت عارفين يعني ايه نحت يعني لو عامل ضرب أزميل غلط واحد كل المشروع ده يتلغي والجبل يتلغي ونروح حتى تانيا نشتغل من أول دي يعبر عن دقة الفنان المصري دا مش عامل دا فنان دا طبعا تعبقار وبعدين بعدين ايديت تلفف حري يعني زي ما احنا دايما بنقول اصلاحنا بنقول احنا بعض الجمل الفنانس تقول ايه ان احنا يعني بنبالغ المصري اللي ايديت تلفف حري فاين احنا بنبالغ لا اهو فهو الفنان المصري او العامل المصري القديم كان بينحت في الجبل في الصخر لو فعلا درب دربة واحدة غلط بالازميل بتاعه هو باوز الدين فهو دقيق جدا دقيق جدا حمسك من هنا الجمل وحاخت من حضرتك ابو سومبل الشمس اللي بتخش فيه ده 22 فبرا 22 أكتوبر كويس؟ كان في الاول كانت طيب لو واحد ضرب غلط الشمس وهي دخلة الستين متر غاية لما بتنور جوه في قدس الأخداس هتنكسر صح؟ انت ممشتش على كلام المهندس اللي حتطلق الخطة انت ضربت ضربة غلط الشمس وهي ماشي هتنكسر مش هتنور جوه فالمشاريع دي ده هنشوف صورة تانية لو تسمحي يا سيادة المخرج فحتلاقي المنظر ده المنظر ده قعدنا مدة فاكرينه انه هوكي مرسوم بالألوان يرجع للدولة الوسطى يعني انت الكلمة فاربع تلاف سنة إلا المنظر ده حضرتكو عجبه بتاع اللي شبه الهوكي ده عملوا دراسة جميلة وشرحونا اللعبة دي اسمها محة بالهيروغليفي ايه محة؟ محة برعا طوق مدور اشكري طوق مدور اهو اللي تحت ده يا فندم سادة المشاهدين معنا طوق مدور عليكي انا بلعب معاك انت المنافسة بتاعتي مسكة العصايا المعقوفة في الاخر نطلع لها جنب كده وانا نفس الحكاية احنا اللي اتنين دخلنا المعقوفة دي جوه الايه؟ جوه الطوق كل واحد فينا عايز ياخد الطوق من التاني اللي هيخلص الطوق من عصاية التاني الاول وياخد الطوق يبقى هو اللي فيز لو تفتكري زمان عندنا في اسكندرية ناسكندرية عندنا في اسكندرية كنا نمسك العصاية المعقوفة دي نعملها ونجيب الطوق بتاع العجلة ونروح ايه؟ حطينا ونروحو زقنها قدامنا كأنها ايه؟ يعني عجلة بتجري لعبة محة بعد كده اتخدت بقت بولو وبقت هاكي وبقت كل الالعاب اللي انت عايزها يعني احنا اصل كل هذي الالعاب 4000 إلا المنظر حدك شايفها ده 4000 إلا ده اللاجل ده أنا مرة في الاعلام طلبت اللجنة الأولمبية عندنا تقدم طلب تعالي شوف الصورة اللي بعدية تقدم طلب للاجنة الأولمبية العالمية تقول ان الفنسنج بتاعنا سلاح الشيش اللي حدوك شايفها قدامك ده سلاح شيش شوف يروحو مدينة هابو وروحو مقابر وروحو بتاعها تلقى المناظر دي موجودة لغاية دلوقتي طيب ملاحظين سلاح الشيش ملاحظين الايه التباري والمنافسة بالعصي انت ملاحظ ايده فيها زي خشبة كده بلفوفة دي يحمي نفسه من ضربات الايه زي الدرع كده عايزك لو تسمح تبص في ملامح اللعيبة عشان كل كلام بالإثباتات زي ما حدا قلت في قول الحلقة انت ملاحظ ان الاتنين اللعيبة اللي اتنين اللي بيلعبوا دول اللي اتنين شعرهم من وراء كسيف وتقيل وابدقنى اللي اتنين صح ما يدكيش مصري قوي اه ما يدكيش مصري قديم قوي المنظر ده مش مصري قديم قوي يعني المصري كان بيلعب بحد تاني لا الفيتشورز الفيتشورز اللي هي قسمات الوجه بيدقنى الكسيفة دي والشعر الكسيف البومبيل اللي وراء ده اللي طالع كده بارس ده ده مش مصري قوي فيه منه قابس مش طول الوقت فده يديكي شعور وكان فيه جمهور والجمهور كان يصرخ الدراسة الأجنبية اللي اتعملت على الرياضة في مصر القديمة كانت بنى كده وكان يصرخ بعبارات فكان فيه جمهور قاعد يحضر ويصفق فكرة اخترعات دي يا جماعة مكانش موجود بص اللي أنا بقولولكم ده مكانش موجود وبعدين المصري أوجده فكرة الابتكار وحتى الصرخات الأجنب كاتبين على صفة الترافة ان في بعض الاحيان بعض الجمهور كان بيتعصب شوية في التشجيع بتاعه فيطلع بقى مثلا ايه زعي أسريخة كده مع ايه بك مش اللطيف فايه لا اقف ما تعملش كده فقادي تعالي نشوف الصور اللي بعدها قادي يا جماعة سلاح الشيش بصوا بقى يا جماعة دي بقى منظر طحفة احنا هنا عندنا سيقان البردي هتتمسك في اليد وهنلعب شيش هنلعب تحطيب شايف التحطيب اللي محطوط في اليونسكو دلوقتي تحطيب لعبة مصرية بامتياز وهي اصل فكرة الشيش او سلاح الشيش اللي احنا برضو متميزين فيها واخدين فضية الاولمبياد طيب ملاحظين المنظر يا جماعة اللي قدامنا الاتنين المتبارين اهم دول مصريين الجونيلا مصرية اللي النقبة مصرية اللبس مصري الفيتشرز قسمات الوجهة مصرية ملاحظ بقى اللي حصل قدامك في اللعبة يا فندم ملاحظ اللعبة اللي علي منا يا جماعة نهاية العصيان بتاعته على رأس المنافس بتاعه صح يعني هو وصل لرأسه المنافس اللي على الشمال وصل بالعصاية بتاعته لاعلى كتف ايه المنافس بتاعه بالزبط ده يكسب اه ده يكسب لان الوصول للرأس سهل الوصول للسدر صعب فهو ياخد point المفروض ولكن الهيروغليفيات اللي علي مين المنظر حكام متخيلة حكام من 3000 سنوي المنظر ده بيقولوا لن نعطي لك هذه الفوز او هذا الفوز لن نعطيك مش هنديك النقطة دي عمل غلطة ايه بقى عمل غلطة اه فانت تقعد تبص في المنظر راجل زي الفل اه ايدي التانية ملمومة حاطة صوابعه عمل فيستنغ عمل القبضة نعمل قوانين للرياضة كمان ده مش رياضة وبس كده قوانين رياضية بالضبطة احنا لسه التحطيب عندنا في السعيد برده تحطيب موجودة لها تشريعات اه وله قوانين وقوانين رجولة قوانين رجولة متضربش في حتة كذا متضربش ايه اخيرا اكتشفت نايا فنم قدم اللاعب اللي على الشمال دايسة على قدم اللاعب اللي على يمينك وانت بتبص في التليفزيون وده غلط في اللعبة ما تدوسش على قدمه لانك لما هتدوس على قدمه كده انت بتعمل خطأ رياضي فمش هنديك النقطة حبيبي هتعوقوا انه هو يلعب انه هو يلعب انت بتعمل حاجة مش رياضية دي مش اخلاق رياضية فكان لمين نحن عارفين الاخلاق رياضية ابتالما رشوان زمان اللي واخد في الضيط العالم في الجودو اللعب اللي كان قدامه كان مصاب رجل يعني لكوان خبطوا في رجله خبطوا وقعوا كان اخد الزهبية لكنه لم يلعب على الايه على قدم المصاب للمنافس يعني المصري القديم ثقف العالم رياضيا جدا ثقفه رياضيا واتفقنا كمان سياسيا فقع السيخة من النهاردة واتفقنا جغرافيا يعني كمان وعلى فكرة دي حاجة في كتير برضو من الناس يتكلموا مش عالي عايزين يتكلم عنها كتير فكرة علم الجغرافيا المصري القديم درس الجغرافيا درس يعني تل ويعني تطريس ويعني امشي هنا في الوادي دوت ويعني ايه احط مبنى هنا علشان ما فيهوش مية لا هنا فيه مية كت لدرجة ان هو نقل حتة تلي بتنزل فيها المطر يعني درس الحتة تلي بتنزل فيها المطر عشان تمنى البحير عشان يشرب لا بس حلو قوي دو احنا كمان مش بس عارفنا الرياضة احنا علمنا العالم الرياضة احنا عملنا مواصيق للرياضة عملنا ابتكرنا حاجة اسمها الروح الرياضية الروح الرياضية دي اسمحيلي ان انا استخدمها في محاضراتي اه ده مصطلح انا مش عايزة اتكلم عن نفس كتير انا عارف ما انت سليلت حتحور بقى ايوة بالضبط فيعني كويس قوي ان انا النهاردة بجد انا اكثر فخرا طول عمري فخور انا انا مصري بس النهاردة اكيد اكثر فخرا ان انا عارف انه احنا اللي ابتدعنا روح الرياضة احنا عارفنا عن اي روح الرياضة عشان كده لما بشوف اي تعصب من اي نوع بداء قوي لانه مش من اخلاقنا ولا من حضارتنا ولا من ثقافتنا كباصرين نبقى عندنا تعصب الاعمل اي حاجة مصري قديم انهلك بجملة حلوة قوي قالها حكيم مصري قديم كده على شقافة صغيرة كده كتابها قال لا تتكلم عندما تكون غاضبا ولا تتعارك في موضوع انت لست مصابة فيها لو انت غلطان تتخنقش عن موضوع ده ولو انت غاضب تتكلمش لان الانسان لما يبقى غاضب بيطلع منه كلام بعدها بدقيقة بيندم عليه جدك الكبير قالنا الجملتين دول يحلولك 90% من مشاكلنا في بيوت مصرية حكمة المصري القديم طبعا حكمة اشتهارنا بيها اتمنى ان احنا نفضل زي اجدادنا نتحلى بالحكمة نقطة مهمة جدا فكرة انك انت ما تتكلمش وانت غاضب وكمان ما تاخدش قرار وانت غاضب نروح فاصل ونرجع نستكمل الحوار مع بسام الشمع المؤرخ والمتخصص في علم المصريات اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديدة عايزين بقى نتكلم يعني ايه الهيروغليفيات وايه هي مبادئ الهيروغليفية عايزين نفاهم الناس كده واحدة واحدة الهيروغليفية اللي بتدرس تيمكن في امريكا في المدارس واحنا ما بندرسهاش طيب دورتي الاول انا قرأت كتير قوي عن فلسان الفاتدي كلها عن ان وزارة التعليم عايز تحطها في سنة 4 مبادئ الهيروغليفيات ده حيبقى حاجة عظيمة جدا لان انا كان ليا تجربة حلوة اوى مع وزارة الثقافة في تعليم الاطفال الهيروغليفيات وحبوها جدا لان ما فيش احلم ان ان انت تقولي للطفل خد وراء وقلم ورسق يعني ده كانت احلى حصة احنا نعبد كلها بالحامة احنا صغيرين حصة الرسم والهيروغليفيات رسم دي واحد اتنين مفاجآت كاعدتنا نعمل مفاجآت تاريخية فاكسات سريعة هيروغليفون او هيروغلوفين دي تسميتين يونانياتين يعني حتى كلمة الهيروغليفية كلمة مش مصرية قديمة مصر القديمة كان له تسميات تانية للكتابة بتاعته دي معناها ايه؟ معناها الرموز المقدسة معناها ايه؟ دي بتاعة الملك والبلاط الملكي والناس اللي قاعدة فيه الايه؟ المشرفين على العمل والناس العظيمة والدكترة والدكتورة الفلانية والمهندسة الفلانية وكده دول الشعب لما جايبعت لبعضه خطابات قال انا لسه هرسم البومة بقى بالريش وبتاع زي اللي في المعبد دي ولا في المقبرة دي مش هنخلص هنخلص الجواب بصورة زي حضرك لما تجي تكتبي بسام لو انتي ريئة هتكتبي بقى وعدين الثلاث سنون وعدين آلف وعدين مين مش عارف ايه صح؟ لكن لو انتي بصورة هتروعي شده نسخ ورقعة يبقى نسخ والرقعة نفس الفكرة ما بين الهيروغليفية وبين الديموتيقية اللي هي كتابات العامة وكتابات الشعب يبقى دول نوعيتين من الكتاب تالتة اسمها هي راتقية دي بتاعت الكهنة وبتاعت الايه؟ وصاق الكهنوتية وكده في المعابد والحياة اللي بالمنظر ده دي رجع ما رجعنا مفيش حرف من الحروف المشهورة زي حرف الميم مثلا البومة فعلى طول اول ما بقول البومة الناس بتروح شوية ناحية الحضارة الهندية او الحضارات الاسيوية لك الحكمة او الحضارة اليونانية وتقول لك الحكمة اول التشاؤم كان عند مين من البومة انا بقى دي فرصة كويسة يا جماعة ابوس راسكو من فوق يا جماعة البومة طائر عظيم به مميزات خلقية من الله سبحانه وتعالى لا تجعلنا نقول عليه نحس لا ومش بس كده ده بيقولوا على واحدة يعني انها مش كويسة دي زي البومة انت عارفة انا لما بحب امدح واحدة بقول لها انت بومة ما هو المشكلة تفاهمها طبعا اه انت لو قلت الواحدة انت بومة اقول لها انت بقرة لان البقرة حتحور في مصر قديمة انت بقرة برضه تعمل وش كده والله العزيزين احنا بنزله ومنقول له واحدة انت كلب برضه والكلب ده وافي جدا اصلا جميل طب زي بقول وافي وما منقول لحد حمار يعني وحمار ده برضه رمز الحمير في مصر طب ارجوكي نعمل مرة حلقة عن الحيوانات في مصر قديمة شوفي كان بيعمل ليه مع الحمار بالذات لان انا ليه حلقة من 30 سنة اسمها الحمار صانع الحضارات الله اه هذا الحيوان العظيم العظيء المقدر المبجل عشان اللي مش عاجل وطول عليه كذا وتقدر فنرجع مرجع فاذا البومة اول حاجة علشان بس نخلص موضوع التشاوم البومة مش رمز تشاوم الجامعة وعينها مدورة خالص وعينها مدورة وجات لي واحدة بتقول لي فيه بومة وقفة في شجر بتبصيلي وتقول لي ما فيش اي حاجة شخصية بينها وبينك البومة لا تحرك النني تاني البومة لا تحرك النني زينا يعني انا بحرك النني بتاعه اهو يمين شمال فوق تحت هي ما بترفش عمل كده فبالتالي بالنسبالك انت شايفها فوكس عليك هي مش فوكس ولا مبرقة ولا حاجة ولا مدورة هي مش هي علشان تشوف يمين بتجيب رأبتها كل وشاهمين او وراء زي ما بنشوف ربنا ما اديها هذا الخلق ادي واحد اتنين البومة ذاته صفات المصر القديم شاف صفات جمالية عظيمة في هذه الحيوانات في حطها عنده البومة ليس لها صوت باجنحتها ساوند بروف وينجز ناشنال جيكا في الدراسيات اخبر ذكرنا وغاية دورتي بيذكروا عشان هايزين اعملوا اجنحة الطيارة زي اجنحاتها بتركاب الطيارة متسماعيش المطور عشان كده البومة تستطيع انها تأكل الفقر بدون ما الفقر ياخد باله انها هط عليه والفقر انت عارفها روش في اي لحظة رعجاري من اقل ايه تنفس لا ما بيسمعاش ازاي لانها ساوند بروف هي ضد الصوت وحاجات بالمنظر ده حرف الميم هتلاقوه كتير جدا في المعابد والمقابر وهي البومة حل فايزا نمرة واحد نمرة اتنين بدأ يكتب الهيرغولفيات من حوالي 3600 سنة قبل الميلاد هتقول لي بسام اول كتابة في التاريخ هنا في تنافس شوية ثقافي ما بيننا وبين الحضارة السومرية حضارة السومرية كتبت الحضارة البابلية كتبت الحضارة الفنقية كتبت واحنا كتبنا الغيب دلوقتي السومرية والبابلية والناس دي برضو يعني ممكن يبقى قادم سنة الاكتشاف الاخير بتاع سنة 1988 عندنا برضو في ابيدوس في السوهاج برضو اكتشفوا الهيرغولفيات عمقت الهيرغولفي فالهيرغولفي اصبح ما بين 3200 رجع بقى 3600 بقى ايه اعمق بقى اقدم فدلوقتي انت بتكتبي كتابات مفهومة وحروف ورموز مفهومة حطي الالفين بتوعك على 3600 يعني تكلم على 3800 سنة خلاص كده ولو زودت من هنا وهنا تلاقي الاوقات بتاعتك نمرة اثنين نمرة ثلاثة طيب اول هيرغولفيات وعرفناها في ابيدوس طيب واخر هيرغولفيات عندنا صورة جايبها لكم عظيمة جدا جاية من معابة فيالة معابة فيالة في أسوان ونحن نعلم ان معابة فيالة تم انقذها من المياه ومعابة فيالة ستيويت موقع بتاعها ما بين سد أسوان القديم السد القديم او سد أسوان القديم والسد العالي يبقى دي السد العالي هو ودي سد أسوان القديم المساحة اللي ما بينهم فيها معابة وفيها أثار كتير النوبية مصرية عظيمة منها معابة فيالة جوا معابة فيالة في صورة كده هيرغولفية كده أبيض واسود كده جايبها لكم حلوة قوي هتلاقوا راجل واقف منحوط على جدار وقدامه في نص هيرغولفي اقوى اهمية في التوثيق في تاريخ الهيرغولفيات لو تحب ليه اقولك لي لأن المنظر ده في معابة فيالة هو آخر هيرغولفي اتنحت على جدار في التاريخ حد ولا بكلم حضرتك العلماء اكتشفوا أن ما فيش هيرغولفي اتنحت على جدار بعدي بعد المنظر ده المنظر ده موجود فين في معابة فيالة موجود في باوك عشان لو هيزور معابة فيالة في أسوال هيخش لو معه مرشد سياحي حيوره لو معه مرشد سياحي ومعه كتاب تعيه حيقوله طيب معيش ده ومعيش ده هتسأل الرجل الجميل اللي لبس الجلبية النوبي العظيمة ديك وحتلاقي أشكرك قديم معابة فيالة هيه وتسأل أي من مسؤولي أو أمناء الآثار هناك أو المسؤولين اللي لبسين الجلبيات الجميلة العظيمة النوبي قوله لو تسبح عايزة روح بوابة الامبراطور هدريان بوابة الامبراطور هدريان هدريان ده أو هدريان ده ده امبراطور روماني شهير وبنى هناك مبنى وفيه جدار وفيه بوابة على بقى جدار البوابة دي كانت فيه صورة كده هتبين لك آخر فاتي تقولي يا بس يا بتقول ايه أهمية ده أقول لك أهمية ده أن أنا كنت عملت اقتراح لوزارة السياحة والآثار احنا عارفين النص ده تاريخه ايه يعني بالحزبة بتاعتنا بتاعت التقويم بتاعنا احنا عارفين النص ده يرجع إلى سنة 394 ميلاديا سيبك من السنة علشان أنا عارف الأرقام بتهرب الناس من التاريخ فبسيبك من دي المهمة بقى لانت تعرفها مني لو تسبح 24 أغسطس يبقى إذن آخر هيروغليفي اتنحت على جدار في تاريخنا تاريخ العالم لغاية دلوقتي مكتشف ومدروس ومتذاكر 24 أغسطس فانا اخترحت على وزارة السياحة والآثار ان احنا نعمل حاجة اسمها يوم الهيروغليفيات العالمي يوم 24 أغسطس اشكرك ويبقى يوم 24 أغسطس نعمل ايه في اليوم ده؟ واحد نحضر له كل سنة قبلها بسنة مؤتمر عالمي لكل كتبة العالم كل الناس اللي بتكتب تعالى انت بتكتب ايه في جبال التبت فوق تعالى انت الهيملايا في نيبال تعالى انت ياباني انت لاتيني انت هات كل اللغات العالم وجمحهم في مؤتمر سياحي أثري على أعلى مستوى وادرس وذاكر وعمل محاضرات واستفيد وكتب والدنيا كلها تنقل على الأقمار الاصطناعية وتبقى حالة سياحية عظيمة ثقافية هذا هو آخر هيروغليفي نحت في العالم في التاريخ في أسوان العظيمة في النوبة العظيمة في معابد فيلة وهو نص يتكلم عن معبود نوبي اسمه مندولس هو نص تقصي كذبه كاهن أو نحته كاهن من الكهنة اللي كانوا بيشتغلوا هناك وبيتكلم على أوزوريس وكذا ومش عارف يعني حاجة تقصدين يعني فمش هدخلكوا في تعيدات لكن هو أهميته بالنسبة للعالم ومن نسبة لنا في حيثة 14 أغسطس دي فأنا أرجو لو كان حد من المسئولي وزارة السياحة نحط دي في أجدتنا وندعو الناس كلها تيجي علشان تحتفل بالهيروغليفيها طيب واحد يسألني يقولي يا بس أم أنا لما قف قدام منظر هيروغليفي أي منظر هيروغليفي العالم هقرار من يمين للشمال ولا من الشمال لليمين ولا من فوق لتحت ولا من تحت الفوق ما أنا واقف قدام المنظر في المعبد بيش عارف هقولك ببساطة خالص أنت شايف الهيروغليفي اللي ما نحط قدامك على الجدران دوة أي طيب ما تبص شوية تشوفي الصقر والأسد والطير والبناء آدم والتمساح والثعبان كل دول بص في الحتة اللي أنت بصص فيها متجهين فين هتلاقي المصر القديم أغلب الوقت في السطر اللي هو بيكتبه كله متجه اتجاه واحد ياما كده ياما كده الغت لما يروح مغير طيب أنا شاف السطر ده ماشي كده كل الأوجه بصة كده حقرأ ضد اتجاه مش مع الاتجاه يعني لو أنا باصس كده كي أنا باصس للسادة المشاهدين هتقريني ضد كده هتقريني ضد وشي كده وتكملي وبعدين هتلاقيه ساعات عامل شايفين البانلز أهو زي إيه زي سطور كده هات من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت فتقرأها من فوق لتحت لغاية دلوقتي لا يوجد هيروغليفيات تقرأ من تحت الفوق وده مش مشروح مصر القديم ما شرح لناش ليه هو ما كتبش من تحت الفوق هو ربما تبقى أسهله يعني ربما تبقى عملية عملية جدا براكتكال يعني اللي هو لما بيحفر أو بيحفت من فوق لتحت تبقى أسهله يعني دي مش معروفة لغاية داكت ما حدش يقدر يعني يفتي فيها ممكن نعرفها بعد كده الله وعلا نكتشف أي حاجة كده وخصوصا إن احنا عارفين إن ما تم اكتشافه من الآثار المصرية أقل من 1% زي ما قلنا في الحلقة الماضية أقل من 1% يعني أنت ديسا عندك أثار 99% ويه في المية من الآثار المصرية تكشف لك كل الأسئلة اللي انت سألها في كلمة مهمة جدا يا جماعة علشان نبقى عارفين نتعامل مع الآثار بتاعتنا بشكل كويس وطاريخنا بشكل كويس في جملة إنجليزية كده هنقولها بسرعة ونشرح absence of evidence is not evidence of absence غياب الدلائل مش معناها دليل على الغياب أشكري كده دي ترجمة صحيحة مليون في المية خلاص طب اشرح لنا يا عامة بسامة التلاصل انت بتقولها دي هقول معنى أنه ما عندناش دلائل معينة مش معناها أنه كانت الحاجات دي مش موجودة بش كده ولا بالزبط يعني أنا ورا الحيطة دي فيه أسد طبعا هتلاقى كل الفيزود دي بيجروا والله دخلنا أسد لاستوديو ما جرناش أنا مش غلطان يعني كويس طريق شو لعبنا معي والله بس كان أسد صغنط كده صغني أنا يطلع لي أسد كويس طيب أنا لو قلت لحضرتك يا دكتور إنج عين وراك على طول ورا الحيطة دي فيه أسد عليك تاريخيا بقى ما نجي نكلم عن تاريخ بقى مصر والحضارة المصرية عليك أن أنت لا تقولي لي أنت غلطان ولا تكذبيني ولا توافقيني لغاية لما أخذك من إيدك وورهولك وورهولك وميزة الحضارة المصرية إنها فيها الأدلة دي ولذلك أرجوكم مرتدي النت ما تزويتش ما تحطش حاجات مش موجودة ما تجويتش ما تجويتش لأن أنت مش بتعمل حاجة صالح ما تفتيش الهرم بيطلع طاقة كهربية وبيولع فوانيس لا الهرم مبنى معماري عبقري لكن ما فيش كابلات طلعة منه بتولع لمبة واخد بالك ياللي بتشير حاجات دي ده ده ضدك مش معاك انت مشو أخذ بالك بيحصل إيه لأنه حيطلع لك واحد من ورا كده وقف ورا الجدار كده بيطلع لك كده ويقولك طب انت ما عندكش فانوس طب ده كان في حضارة عاملة الفانوس فوق يبا هي اللي عاملة حضارتك اللي هو اللي بنى الهرم فانت بدون ما تعرف الدبا ما هتدبا كان بتحب صحابها بس قتلته قتلته فانت بتحب بلدك عايز بلدك تبقى أحلى حاجة في الدنيا فتروح مزوي ما تتكلمش غير بعلم وبقادلة وبقى هي بقى وبالمراجع المعتبرة واحد اتنين لمبة في معبة ضندرة في اينا المنظر مبين لمبة بسلك جواه السلك ده فعبان بص في الراس هتلاقي بق تعبان وعنين تعبان دي مش لمبة يا عم والدويل اللي تحت ده وده عبارة عن ظهرة اللوتس هو بيلعب على حتة تانية هو بيلعب على انه يشربك حتة ان دي لمبة فتنبصت ان دي لمبة كهربائية وتقول احنا وصلنا للكهرباء يجي قولك لقيت لمبة بقى في اثارك تقوله لا اقوله اه ده في حضارة عنده لمبة تانية يبقى هو اللي جاء علمك اللمبة يبقى هو اللي بنى المعبة ده وخصوصا المجهودات الرائعة اللي عمرها المرممين مصريين في السنين اللي فاته روحوا مع عبد اسنى بعد ما تشمل عليه طبقة الصناق فيه طبقة كده بتبقى طبقة هباب سودا كده بحطوطة على مع الزمن ومع الناس اللي عاشت جوه المعابد زمان وكانوا بيأكلوا وشربوا وحرقوا بتاعوا وشعرف ايه فكل طبقة الصناق السودا دي الهباب الاسود ده نازل على الالوان جمع المرممين مصريين في خلال 3-4 سنين اللي فاته في اسنى وفي دندرة بقى حاجة تانية شوفوا أنا بقى شوف المعابد دي بقى لي كم سنة من سنة كم يا بالسام 79 1979 تشوفي معابد تانية دلوقتي فاللي راح زار المعابد دي حضراني بتقولي احنا بنقول للناس يروحوا لأ روحوا تاني يعني روح تاني معابد دندرة وروح تاني معابد اسنى علشان تشوف الالوان بعد ما بقى التكني كالر فعلا على اعلى مستوى زي ما بنقول وبالتالي اخر حاجة عايز اقولها قبل ما نخلص فرصة كويسة طلعتنا الاخبار في اليومين اللي فاته عن فيلم ايبك فيلم ملحمي اسمه توت عن خاامون اعتقد للأستاذ الفنان كريم عبد العزيز والكاتب الأستاذ احمد مراد محبوب الدنيا كلها الجماهير بيحبوه جدا والشباب بيحبوا جدا يحب كتاباته واعتقد هو كان الفيل الازرق او حاجة زي كده وكيرا والجن عمل كريم طبعا عمل مجموعة افلام حلوة جدا انك حد جماهيريا بشدة بزبط فكرة جماهيريا دي بقى كويسة ليه لان احنا جايبين يعني الاساتذة جايبين لأستاذ مراد والأستاذ كريم نهم محبوبين جدا الشاب بيحب بهم قوي وهعملوا فيلم ايبك ملحمي مصر قديم جميل والحقيقة ان هم حرصين المرة دي ان احنا نكتب سيناريو يكون ايه تواصل مع حضرتك هو الحقيقة حصل تواصل مش في الفين احنا معرفناش الاخبار دي يعني انا معرفته هو الحقيقة انا اتأكدت من استاذ مراد استاذ مراد راجل جميل وكان فيه لقاء جميل بينه وبينه وعنده اجندة صغنونة كده راح نطلحها واحنا عاديين بنشرب كده حاجة صفنا سوا قال انا عندي حاب لا ده حطت اسئلة ايه ده حطت كم اسئلة في الاجندة تركولي اسئلة في الاجندة سواء راجل جميل ومتواضع ورايق كده وعايز يعمل حاجة صف فقلم عندي بعض الاسئلة ما كانش بكلم على الفيلم ولسه ما تكلم على مصر القديم اهتماماته وبدأ يحضر لمحاضراته كده فالكلام اللي كان بينه وبينه فكرة احنا عانينا في الماضي من فكرة ان الافلام بالذات الافلام اللي تعاملت عندنا زي الناصر صراحي بين وزي عروس النيل بتاع لوبنا عند رأي زي افلام طريفة لكن افلام لا تؤخز احمل الجبد انا ما احمل الجد الحضاري التاريخي الصحيح والتوسيق بالتاريخ لا خالص اوعك اشكرك اوعك اوعك تحذير تحذير من اخوكو بس لا مسلسل ولا فيلم الفيلم الوحيد اللي تاخده كفيلم موفق الفلاح الفصيح للعظيم شادي عبدالسلام رحمة الله عليه اه دي الفيلم الواحد وعشرين دي دوكيو دراما دوكيو دراما واحد وعشرين ده اللي تتبقى توزع انسيديهات للاطفال في المدارس عليه بصمة مهمة في تاريخ سانيمة المصرية رهيب بصمة بصمة حتة فيلم انا بقيتشوفه للمالة المليار وانا فاتح بقي طب ليه كان امينا مع البردية حلو كده الكلمة الجملة دي كن امينا مع البردية بس ده لا اطلبه منك كن امينا مع النص اللي تقال حط بالزبط هتحط بقى بالشكل بتاع الأستاذ كريم والأستاذ مراد طبعا شكل جذاب جدا وشكل محبوب من الجماهير لكن لا تضيف لانهما لما اضافوا لو قالك طب الدراما عايزة كده هي بقى دي الجملة اللي فيها المناقشة بقى دلوقتي عشان كده يعني المجالات الشهيرة بتاعت الفن والإزاع والتلفزيون وكده لما اتصلوا بي قالوا لي رأيك كيف الفيلم قلتوا له هم أرجوك السيناريو بعد ما يتكتب في لجنة بسيطة من ترى تاربع علماء هتقرأ وحتروح حتى التوصيات بتاعتها اللي أجمل بقى ومن احنا بننهي بالهيرغليفيات أنا طمع أنا بقى مع الأستاذ مراد والأستاذ كريم مستنين منهم عمل عظيم لأن هما اتنين فنانين جمال جدا أنا طمع طمعي في ايه بقى طمعي ان كل الشخصيات المصرية القديمة اللي تطلع في الفيلم ينطق اسمها هيرغليفيا صح يوم العالم لما يتفرج على الفيلم ده وإخواننا العرب والمصريين يتعودوا على النطوط عنخ إيمن والملابس أنا طمع برضو ان الملابس تبقى في عظمة وروعة وإتقان المصري القديم مش بنعمل حاجة جديدة الجدر بتاع المعبة دهو والجدر بتاع المقبرة بالألوان الطبيعية ده هو بيقولك لو تسمع مني فيلم عمي حلو فانت عندك كل الإمكانيات دي أرجو عدم دخول اللي أنا حسميها أضربة المفتعلة يعني مش عايز دي لأن دي لما دخلك في النصر صلاح الدين بوزته فيلم متكلف وأسيا ده فاكرة الله يرحمها المنتجة وكانت حتفلق ودخلنا في قصة كبيرة وفيلم جميل بنحبه ده احنا حفظين الفيلم السيناري الحور تاع الفيلم ده لغاية درق ده المرة ركب تاكسي الجميل سمع لي حتة من فيلم النصر صلاح الدين هكذا قوة الفيلم هكذا قوة الفن لما يبقى فن صحيح لا هو الأسف الشديد يعني مثلا صلاح الدين الأيوبي لم يقابل ريتش القلب الأسف لم يقابله مقابلة العين في السوفي حتى لما عملوا في السوفي حتى لما عملوا التفاية للسلام بتاعتهم بعت أخوه فحكاية أنه يعود مع بعض عالجه أه بعت له أدوية وبعت له تلج وبعت له فواكه يعني صلاح الدين بعت لعدوه تلج في الصحراء العرب كانوا بيعملوا تلج في الصحراء المسلمين عمرك شفتي الاختراعات ونبقى نعملكوا إن شاء الله في رمضان نعملكوا بإذن الله حلقات عن عبقرة العلم والعلماء والعالمات على المصريات في التاريخ الإسلامي في مصر وخارج مصر الحقيقة يعني العادة مع حضرتك ومش بس المعلومات الغزيرة يعني ما بتلاحقش يعني في حاجة تقولها فلسه هبدأ يعني أدركها وأشوف الموضوع وبعدين ألاقي المعلومة اللي بعدها واللي بعدها لأ كمان الشغف بتاع حضرتك والتطقيق الشديد الدقة الشديدة في المعلومات بالحنتفى والإتقان الأحيانا كتير بفتقده لأنه يعني الناس بقت الفهلوة ودي مش سمتك يا مصرين يعني إحنا عمرنا ما كنا فهلوية أو يعني نشتغل كده يلا ونخلص كده أي حاجة وما نتقنش شغلنا طول عمرنا إحنا كمصريين بنحنتف شغلنا وبنتقن شغلنا وبنعمله بشغف وأعتقد يعني حضرتك يعني شارب وعندك الجينات بتاعت المصري القديم فبازعل قوي ما شوف زميلنا في أي حتة أروح مثلا سوبر ماركت ولا أروح مكان هنا ولا هنا أو أروح مصلحة من المصار أي مكان وإن أنا أشوف أنه ممكن البعض ما يبقاش أو حد يعني مثلا شركة أو مؤسسة أو مصنع عامل ملابس في مثلا حتة حاجة مش أحلى حاجة فأقول طب ما إحنا كنا يعني عظماء في كل حاجة ليه عدم الإتقان عندنا المشاريع حلو عندنا كلها بس يجي حاجة صغيرة من حد يعني صغير يقوم ما كنتش هيفرز حضرتك حضرتك حضرة زي دي كل الصفات اللي حضرك حضرتك الفينيشينج يعني اللي هي العخرانية الحتة الحتة يعني أنت بنيت هرم حلو وحطت الأحجار فوق بعضها تمام وحطت الزوايا بتاعت الانحضار تمام وكل حاجة هتعمل بقى الكساء الخارجي لو أنت كنت جيت في الآخر خالص بعد 28 سنة في المشروع البونة ده هرى بخوفه مثلا ورحت طلصة في الأوتر كيزينج أو في الجساء الخارجي بازر مشروع كل بازر مشروع كل فجدك أنجز حضرة عشان الصفات دي تكون لها الإتقان ارجع تاني اللي ده يعني ارجع استفادنا ايه من التاريخ اتحطي ده خلاج ده جايكونا عزما لا 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 ما بولكش عشان كده انا بولك عشان تبدأ من حيث انتهى جدك وجدت ده انت لو بدأت بس وانتهيت زيه انا موافقة بس خليك يعني عندك الإتقان وعندك الشغل في شغلك وانا عايزة بس أختم الحلقة دي بأهم النصائح عند الحكماء المصريين كانوا بينصحوا الناس بإيه دي مهمة تبقية ايه من الكونكلوجين بتاع الختام عشان بس الناس تسمع جراند فنالي ده الكروشندو بتاع الأفرة المصريية عندنا تلات ناس في مصر قديمة وبرضياتهم وشقفاتهم آني اسمه كده بتاع حتب قدي التلاتة أسمان أنا كويس كده وعنخ شيشونقي قدي التلاتة طبعا حكماء كتير بس أنا حاجب لك من التلاتة بالنسبة لفكرة العائلة والأم والأب والاحترام بين الناس هيرود بيقول ايه كان الشباب عندما يمشي في الطرقات لما جل الرجل اليوناني ده يريدود لما جزر مصر بيوصف الشارع المصري عامل ازاي فبيقول ايه بيقول الشباب عندما كان يواجه مسن قادم ناحيته يعني بقى منت يمشي في الشارع كده شابة او شاب يلاقي راجل كبير جاي قدام وهنا راجل كبير جدا فيعمل ايه يقف جانبا يروح جاي ووقف على الجنب كده راح موسع له هدي اول حاجة سانية ينحني بذراعه حتى ايه يعبر ده كان الشارع المصري احترام السينير ساتز اه الكبار خلاص تروحي انت لندن وابتع وقف بتفرج على محل واحد يقطع عليك الفرجة يقولك ساري انا اسف ان انا قطعت عليك الفرجة عشان انت بتتفرج على محل ولا مخدتش بالي وان رحت معادي قدامك فدي لا دي بتاعتنا ده حلا كلنا بلنحن اه اه ادي اولاك نرجع ده هريدوت ده الاجنبي بيبص علينا ازاي ايه هريدوت ده يوناني انما تعرف المصري بقى بيقول ايه بيقول اولا معاملة الام الام في مصر القديمة كحكمة هي نمرة واحد على مدار الاف السنين محدش قدر يهز الوضع بتاع الام على مدار الاف السنين في مصر القديمة فيقول الحكيم راجل قاعد مع ابنه هي تمليه تبقى كده على فكرة يعني اغلب الوقت دايما اه الحكيم اه بينصح ابنه وبالتالي كل الناس كل الناس تكتب عليها بتاعو وتدرس في المدارس في مصر القديمة مصر القديمة درست الحاجات فبيقوله ايه بيقوله احمل امك كما حملاتك ممتك شريتك وانت ظنم شلها وانت كبير رايحة مشوار مع العربية مش عارف بايزة بنلف بنعمل التواف حولين الكعبة يبقى احمل امك كما حملاتك وضاعف لها الخبز هي اكلتك اكلها تسباش جعانا وكأنه بيدوس على زراير عجب الرجل ده من الاف السنين عجب على الناس بتعامل ازاي اهليها لا ناخده بالنا وبالنا رايح يقول له ايه هي التي ارضعتك ثلاث سنوات كان عندهم الفطام ثلاث سنين مش سنتين زينا وهي التي اللي جاية دي بتملق اولها لهم في المحاضرة لم تتقزز من تنظيف فضلاتك ما تسمعيش ام في الدنيا هتشتكي عياط زعيق الواد بيسن الواد سخن الواد ما نايمنيش مبار هتسمعي لكن عمرك ما هتسمعي على الام بتقولك وانا بنضف البيبي جالي تقزز او اتقرفت من الحاجات اللي خارجها من جسم عمرها عمرها ما سمعناش وهي التي لم تتقزز ولم تذهب الى الغرفة في جانبها لما كورنر راح ترك لكورنر لماذا افعل هذا ما كلمتش نفسها تقول هو انا بعمل العاملة دي اللي بقى بلضف البيبي دالي عمرها ما عملت وبعدين ينهي ويقول له ايه ينهي ويقول له ايه وهي التي استحبتك الى المدرسة عادة مصرية بامتياز الام المصرية صبح شد العياء الوجران العياء اوعد تكون بتقفله قدام لك بتنتحك كمان تسلال عمديني اولى فغوستس يعيني وهي صايمة يعيني وهي التي استحبتك وهي التي اعطت المدرس مقرراته المهية كانت هي الام بتاعت البيت هي اللي كانت بتبقى مسؤولة عنها ايه بقى المهية قاروراتين من السوائل وارغفة الخبز دي كان اللي ايه التمن الدرسي كويس فاذا وجدت لنفسك زوجة اللي اب بعد مع ابنه لما هتروح تتجوز بك كبير تروح تتجوز ايه اذا وجدت لنفسك زوجة اختارها زي امك ولا ايه لا فلا تهجرها فلا تهجرها لا تهجر مين امك زوجتك اه ولا تهجر لا تهجرها امك كلام كله على الام فلا تهجرها مش عشان بقى امراج ايه واصل معلش مش حاجة العيدة مو عشان في السخرة سخرة ما تلسعك وياه كانت طلقة وعدة من الالم بتاعها وياه بتجيبك بكل الدنيا بتاعك لانك ايزا فعلت الاب بقى بيقول لابنه لو انت هجرت منطق حيناء استنهمر الدموع منطقة تعيط وربما ترفع ذراعيها شاكية للسماء وهي ناقص فقط تستمع السماء لشكوى احلى ختم لحلقة النهاردة وشكرا جزيلا لحضرتك استاذ بستامي الشمع طبعا المؤرخ وعالم المصريات الشهير الحقيقة لما بنغوص في تاريخنا المصري بنكتشف حاجات لو احنا طبقنا واحدة على عشرة منها هنبقى في حتة تانية اشكركم شكرا جزيلا بكرا مصر جديدا ان شاء الله اشتركوا في القناة